وزير التعليم يعلن خطة لمواجهة عجز المعلمين في المدارس الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كشف عن خطة الوزارة لمواجهة العجز اللي عندنا في المعلمين وقال ان العدد الحالي للمعلمين في المدارس وصل لـ 843.490 معلم لكن في نفس الوقت عندنا عجز كبير وصل لـ 469.860 معلم يعني ده تحدي كبير للوزارة وبيشكل ضغط علينا كلنا وزير التربية والتعليم وضح في المؤتمر الصحف اللي اتعمل في مجلس الوزراء وكان فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان زيارته لأكتر من عشر محافظات والحوارات اللي عملها مع مديرين مديريات والإدارات التعليمية خلاه يشوف ان الموضوع ده لازم اتحرك فيه بسرعة ويبقى من أولويات الوزارة في الفترة الجاية كمان قال ان الوزارة مكملة في تطبيق المبادرة الرئاسية اللي بتعين 30 ألف معلم كل سنة ودي مبادرة نجحت بشكل كبير وضاخت مدرسين جداد في المدارس المصرية الوزير كمان أكد ان الوزارة مش بس بتركز على تعيين المعلمين الجدد لكن كمان بتشتغل على تدريبهم وتأهلهم عشان يكونوا قادرين على مواجهة التحديات التعليمية اللي بتواجهنا كل يوم وقال ان التعليم مش مجرد مهنة لكن رسالة عظيمة محتاجة ناس مؤهلة وعندها شغف وحب للتعليم عشان نقدر نوصل بالطلبة لأفضل مستوى ممكن اشتركوا في القناة